بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا نقرأ بعض أعلام التصوف من كتاب الرسالة الكشيرية للإمام عبد الكريم الكشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين ونفعنا الله ببركة مشيخه ومن ذكرهم في الكتاب وفتح الله علينا كما فتح عليهم اللهم إنا نسألك أن تسلك بنا مسالك أهل الجزء وأن تحققنا بحقائق أهل الكرب أما بعد أبو علي الفضيل بن عياد سيدنا الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى ونفعنا الله به كان إماما عالما ربانيا ورعا وعاش في مكة ومات بها وكان في عصر الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى خرساني من خرسان من ناحية مارو يمكن في إيران البلد دلوقتي تعتبر دواحي في إيران أو محافظات في إيران وقيل إنه ولد بسمرقند اللي هي بلد الإمام مسلم صاحب الصحيح ونشأ بأبي ورد أبي ورد دي مدينة مات بمكة في المحرم سنة سبع وثمانين ومئة سمعت محمد بن الحسين يقول أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر قال حدثنا الحسن بن عبد الله العسكري قال حدثنا ابن أخي أبي زرعة قال حدثنا محمد بن إسحاق بن راهاويه قال حدثنا أبو عمار عن الفضل بن موسى قال كان الفضيل شاطرا يقطع الطريق الشاطر اللي هو إيه يعني يقطع الطريق يعني كان في قمة الفسط والمعاصي والغفلة كان الفضيل شاطرا يقطع الطريق بين أبي ورد وثرخ وكان سبب توبته أنه عشق جارية يعني أحب جارية فبينما والعشق أشد من الحب شوي يعني العشق أشد الحب يعني ممكن الواحد يقوم وإنما العشق لا يجد للإنسان مفر من مقاومته يصير المحبوب عنده احتياجي إليه كاحتياجي للطعام والشراب وعشق كده أشد بيعتبره مرض يعني العشق يعتبره مرض أنه عشق جارية ومش كل واحد يعشق على فكرة يعني بعض الناس كده عندها قابلية يصب بهذا الداء ولبعض الناس ما يجلوش الداء ده أصلا يعني يشطل عمره كده ما يعشقش حاجة يحب بس لكن ما يعشقش يعشق ده ده مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة ربنا ينجينا منه أنه عشق جارية فبينما هو يرتقي الجدران إليها يعني بينطفه أسطح فأسطح البيوت راجل رئيس عصابه ما ما ينموش ده سمع تاليا يتلو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقال يا ربي قد آن يبقى إيه تيقذ من غفلته عند سماع هذا الصوت فإن كان في غفلة شديدة فأيقظه الله جذبه ويبدأ من أهل جذبه من غير ما حد يوازه ولا حد يكلمه ده ربك سبحانه وتعالى خده كده من عز من ذل المعصية إلى عز الطاعة فجأة في لحظة بسماع آية مع أن الآية دي ممكن يكون سمعها قبل كده كتير هو برضو نفسه ليه سمعها كتير قبل كده لكن وقعت من قلبه موقع القبول لأن في فرق بين السمع والاستماع هو قبل ذلك السمع إليه ولكن لم يسمعها إنما يستجيب الذين يسمعون ما قالش يستمعون لأن السمع هو الاستماع مع الطاعة تهمت إزاي؟ عشان كده أنت إيه؟ ساعات ابنك يبقى بيسمع سمع وسليم تقول لي وده ما بيسمعش الكلام يعني لا يطيع الكلام ما إنه سمع سليم يعني بتقول ما يسمعش يعني لا يطيع ما يسمع إنما يستمع يعني أذنه واخد بالك إزاي؟ إنه فسمع هذه الآية فأحثت كأن الله يكلمه فقال آنا يا رب فرجع فشوف سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميتة من الحي يعني أخرج من مشوار المعصية جعله مشوار للطاعة هو رايح مشوار معصية فيش بعد كده معصية أخرج منه سبحانه وتعالى عز الطاعة كم في هذا المشوار يعني لو حد قال له ما تروح ونهاه لأن ده منكر كان حاجة به عن إيه؟ عن الانتباه فكأن الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكره شيئا وهو خير لك وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك ورب معصية أورثت زلا وانكسار خير من طاعة أورثت عزا واستكبار فربنا سبحانه وتعالى خبأ الأمور حتى لا يغتر أهل المعاصي بمعاصيهم فيعيأسوا من رحمة الله ويغتر أهل الطاعة بطاعتهم فيأمنوا مكر الله فسبحانه وتعالى خبأ الأمور علينا حتى نرجو ونخاف في كل حال فرجع فآواه الليل إلى خاربة فلما رجع وتاب رح خرابة كده في الليل بقى ينام فيه مرباش يرجع للعصابة بتاعته يبقى أول حاجة يغير الرفاق أول توبة تغير الرفق على طول فهواه الليل إلى خاربة فإذا فيها رفقة فيها شوية ناس ميمين فيها قاعدين فقال بعضهم نرتحل وقال قوم حتى نصبح مفيش داع نمشي بالليل فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا وهو إيه نايم سمحا فتاب الفضيل وأمنهم قال له ما أنا الفضيل خلاص طبت إلى الله عايزين تسافروا سافروا تقودوا تقودوا انتوا برحبكم وجاور الحرم حتى مات وطلع من مكانه اللي البلد اللي كان فيها يبقى أول حاجة تغير الرفقة ثاني حاجة تغير البلدة للإنسان اللي هو إيه أسرف على نفسه من المعاصر وجاور الحرم حتى مات وقال الفضيل ابن عياب إذا أحب الله عبدا أكثر غنه بتذكر الموت يعني بتذكر الآخرة وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنيا فحيشغله لأن الدنيا مبغضة عند الله حتى اسمها من اسمها كده تعرف أنها بغيدة عند الله الدنيا إما من الدناء يعني الحقارة أو من الدنو يعني قرب الأجل والاتنين مش حلوين فإن الإنسان ميحبش الحاجة القصيرة في الأمد وطبيعة الإنسان ميحبش الشيء الحقير فهي قصيرة الأمد حقير هي الدنيا من اسمها من أول حاجة وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنيا لأنه حينشغل بها ويكسر حسابه حتى ولو من حلال ينشغل بها ويكسر حسابه في الأخيرة ولو من حلال وكان غالب حال الإمام الفضيل هو ظهور أثار الجلال مش الجمال عليه لأن في من الأولياء يظهر عليهم أثار الجلال أكثر من الجمال وفي أولياء يظهر عليهم الجمال أكثر وفي أولياء موزنين لقيته الجلال والجمال في أولياء كتير كده فكان سدنا مثلا الشيخ إسماعيل صادق العدوي رحمه الله كان يبلو يعني يظهر عليه أثار الجمال كثيرة كان يبلو يعني حاله البسط طقب معا ما تبطرش داح طول ما انتقات إن المصريين يعليه ابن نكتب هو وال واخد بالك زي لكن كان يغلب علي البسط حاله كده لأنه مر بأحوال قبل كده لكن احنا حضرناه وهو يغلب عليه البسط لكن مرة قبل البسط بأحواله وفي أولياء تقعد جنبهم كده تلاقي نفسك تقبط وخايف يغلب عليهم الجلال والخوف والقبض تلاقيه مقبود ومغموم على طول كده والأولياء كانوا يفضلوا القبض على البسط لأن مراعاة الأدب في القبض أسهل من مراعاة الأدب في البسط البسط ممكن واحد يسيء في الأدب جاءناه مبسوط بأ ممكن يتريع على خلق الله يقع في المشكلة لكن المقبود هو أصلا يعني مش عايز يكلم حد أصلا فالقبض يقولك مراعاة الأدب فيه أسهل من مراعاة الأدب في البسط سيدنا الفضيل بن عيب كان يعني القبض يغلب عليه إذا أحب الله عبدا أكثر غمه وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه وقال ابن المبارك إذا مات الفضيل ارتفع الحزن لأنه كان يغلب عليه بالحزن وقال الفضيل إيه اللي حجيب أن سيدنا رسول الله كان كده وكده كامل أكمل الخلق كان الرسول صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان في حديث إيه حديث هند بن أبي هالة لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت كان دائما البشر في وصف آخر الله تستعجب هل كي تناقض في بعض وصف النبي قالوا هو دائما البشر وبعض وصف النبي قالوا متواصل الأحزان دائما البشر يعني مقصود ومتواصل الأحزان يعني مقبود فالجمع بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الناس دائما البشر لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم فكان لا يخفي بشره عن أحد لأنه لو كان فضا غليظ القلب لم فضى الناس من حوله ولكن لم يكن كذلك فكان دائما البشر مع الناس أما بينه وبين نفسه إذا خلى مع ربه فكان متواصل الأحزان لكثرة همومه على أمته صلى الله عليه وسلم وما ينتظرهم من فتن وغير ذلك فللجمع بينها خلافا لابن القيم الذي ذهب إلى طبعي في رواية هند ابن أبي هالة في قوله متواصل الأحزان ورجح رواية دائما البشر وقال أنه تناقض ما هو أصح منه ولكنه لا تناقض ما هو أصح منه هذا يصف حال وذا يصف حال هذا هو حال الإنسان الكامل فيه ليل ونهار فالليل هو القبض والنهار والبسط وقال ابن المبارك إذا مات الفضيل ارتفع الحزن وقال الفضيل لو أن الدنيا بحدثيرها عرضت علي ولا أحاسب بها لكنت أتقذرها كما يتقدر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه يعني ربنا لما أحبه فلا يرى الدنيا على حقيقتي وكان سيدنا الرسول لا يرى الدنيا على حقيقتي دي وراثة من وراثة النبوة من وراثة النبوة أن ربنا يكسبك نور في بصيرتك ترى الأشياء على حقيقتي فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يشوف الدنيا على حقيقتي سيدنا علي لأنه شرب من النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الدنيا على حقيقتي أيضا فكان يقول يا دنيا غري غيري ومهما تزينت له الدنيا كان سيدنا علي يرفضها رضي الله عنه وكرم الله واجه وعليه السلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجبال أن تكون في يده ذهب وفي يد غيره تراب أبا صلى الله عليه وسلم ولم ينظر إليها لحظة وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وكانت تأتيه الهدية قليل من الرطب يضع مكانها ذهب ويرده لأن كان عنده الذهب والرتب سواء صلى الله عليه وسلم كل ما فوق التراب تراب فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ليه لعدم تعلقه بالدنيا وكان يوزع ما يأتيه من مال بعد الفجر فإذا انتهى من التوزيع يذهب إلى بيوته التسع يسأل عن طعام يفطر فلا يجد ينوي الصيام طب ما كان سييرة كده وزعته كله تقول حاجة للعياذ مش يالحاجة نفطر بيها بل المدخل عليهم إيدي فضية كان شباله الدنيا صلى الله عليه وسلم خالص لا تشغله لحظة بل الدنيا اشتقت إليه ولم يشتق إليه خلقت له ولم يخلق له صلى الله عليه وسلم كل اللي وارثوا بقى نور النبوة من الأولياء لأن دي وراسة نبوية وخلافة محمدية فكل اللي وارثوا هذا تجدهم أعراض عن الدنيا فالإعراض عن الدنيا علامة من علامات الولاية والإعراض عن الدنيا مش أنك أنت يعني لا تنظر إليها بحيث أنك أنت تبقى متقلل منها إجباري مجبور لا إختياري يعني حتى لو عرضت فعليك تقباها مش معناه بقى واحد إيه جاهد في الدنيا معرفش يكسب ولا أنا أعرضت عن الدنيا أعرضت إيه أعرضت إيه ما تنفعش غي الراجل اللي كان مسافر من المغرب رايح يحج بيمر على طريق الساحل كده لحد ما يوصل للإسكندرية ومن الإسكندرية روح طريق الحج عن طريق سفاجة كان زمان النظام كده ماشي في عصر سيدنا المرسى أبو العباس فكان مسافر وصل عند ساحل تونس مريح شوي فلأ راجل صياب كل يوم يروح يسطاد يطلع سمكة واحدة ياخدها ويروح فثاني يوم انتظروا لقى برضو الحكاية يطلع سمكة واحدة ياخدها ويروح ثالث يوم قال له يا راجل ما تعطي شوي أجيب سمكتين ثلاثة إيه سمكة واحدة قال له يا تكسيني يا إما يوم جعانا كلها يا إما يوم مش جعانا بيعها واخد فلوسها وكسايا على كده أنا بجيب رزق يوم بيوم وبعدين اتعرف عليه قال له انت رايح فين قال له ده أنا رايح حج قال له طب إذا مررت بإسكندرية مر على سيدنا المرسى أبو العباس وقل له فلان يسألك الدعاء أن يخرج الله الدنيا من قلبه بقى الراجل أبو سمكة ده ودي الدنيا اللي في قلبه بقى الراجل مستعجب وصل الإسكندرية قال لهم فين سيدنا المرسى أبو العباس يسألوا له الحتة الفلانية ماشي 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 لا قاعد في قصر قال بقى اللي قاعد في قصر ده حيدعي للتاني ده أبو سمكة إن ربنا يخرج الدنيا من قلبه بقى مش فاهم المسألة ده المسألة التقلع والتعلق مش مسألة إنت في إيدك إيه يعني ممكن تبقى أنت عايش في الفخفخة كلها لكن مش في قلبك ولا داريان به ولا متعلق به وممكن واحد عايش في كوخ لكن متعلق بالدنيا واخد بقى منتظرهم فالعبرة بتتعلق عشان كده العلماء دول ما كانوش بيتكلموا على ظاهر أحوال الناس لا على ما في قلبهم لأن كان محط نظرهم ومحط نظر الله من الأعجاد هو ده الأصر وقال الفضيل لو حلفت أني مراء أحب إلي من أن أحلف أني لست بمراء لأن عدم المراء ده أمر سر لا يعلمه حتى إلا الله يمكن العبد من نفسه يفضل كده سيدنا أبي بكر الصديق خاف على نفسي من الشرك سيدنا أبي بكر الصديق والصحابة كان يخاف على نفسه من هذا الأمر فالشيء المتيقن غير المظنون فهو متيقن أنه مقصر فبيقول له حلفت لو حبيت أحلف أحلف أن المراء عندي أحلة من أننا أحلف يعني مراء يعني مقصر لو لم يرى حتى الخلق قد يرى نفسه يبقى برضو مراء وإحنا قلنا أن الإخلاص زي ما قاله سيدنا أبو علين الدقاق هو التبري سيدنا أبو علين الدقاق قال اللي هو شيخ سيدنا عبد الكريم القشيري شيخه كان يقوله والتبري التنقي والتوقي التنقي والتوقي الإخلاص كده عنده التوقي من رؤية الخلق والتنقي من الإعجاب بالنفس خبت بالك فلا يرى الخلق في العمل ولا يرى نفسه في العمل معجبا بنفسه فلا يعمل من أجل الناس ولا يوجب بنفسه في العمل فمن كان عنده فقالوا أن ده تعريف للإخلاص والصدق معه لأن الصادق لا إعجاب له والمخلص لا ريأ له هو في بالك لو حلفت أني مراء أحب إلي من أن أحلف أني لست بمراء وقال الفضي تركوا العمل لأجل الناس هو الرياء والعمل لأجل الناس هو الشد هنا بيعرف لك الشيء بالمخالفة بالمخالفة يعني إيه يعني معظم الناس عارفين أن المراء أنك تعمل من أجل الناس مش تترك من أجل الناس مش كده برضه تعمل من أجل الناس يعني بتطلب أن الناس تراك لكن هو بيعرف الشيء بالمخالف فبقول تركوا العمل من أجل الناس رياء يعني هو ده الرياء صحيح ليه لأن لهم حجم في قلبك فمنعوك من الطاعة مخافة أن تكون لهم فتركت الطاعة مخافة أن تكون عاملا من أجله هو ده الرياء بقى تهمت زي لأن ما زال لهم يعني موقع في قلبك والعمل لأجل الناس بقى وعشب تعملهم لأجل الناس الناس يقولوا عليه رياء لا ده هو ده عنده الشرك بقى ده هو ده اللي أشد من الرياء ده العمل لأجل الناس الشرك ما يعني أشد في إنت إزاي ده تعريف أذق وفي تعريف آخر ممكن ملمح آخر تركوا العمل أي تركوا الحرام من أجل ألا يذمك الناس لا من أجل أنه حرام هو ده الرياء ثم يصحش بعدما كبرت كده يا راجل تعمل المحرمات ليه من نفسك الناس هتقول عليك ايه هو ده بقى الرياء يبقى يترك المحرم حتى لا يزم يبقى ترك العمل هنا المقصود بيه المحرم مش الطاعة قد تحتامل برضو يعني ترك العمل المحرم من اجل مخافة مذمت الناس ده الرياء والعمل اي الطاعة من اجل الناس وعمل الطاعة من اجل الناس هو ده الشرك تحتامل المعاني دي كلها دقيقة معاني دقيقة لا يشعر بها الا مراقب نفسه مع الله ومراقب ربه مع نفسه تهمت نعم وقال ابو علي الرابي صاحبت الفضيلة ثلاثين سنة ما رأيته ضاحكا ولا مبتسم لغلبة القبض عليه الا يوم مات ابنه علي لما مات ابنه علي فقال له في ذلك لقى مبتسم حاجة غريبة اوه وماشي بعكس الناس عكس المعتاد ما قاله ان الخروج من المألوف هي بداية طريق الولاي فكل الناس لقيها لها اسلوب معين تجد الولاي على خلافه لانه ترك ايه ترك المعتاد والمعتاد شهوة وهوى وغير المعتاد خلاف للشهوة والهوى وبداية الطريق هي مخالفة النفس فبيقول ما صاحب سيدنا الفضيل ثلاثين سنة ما رأاه ضحكا ولا مبتسم الا يوم مات ابنه علي فقلت له في ذلك فقال كأنه تكلف الضحك على خلاف عادته ليبين ما بطن في قلبه من الرضا بقدر الله فعلمت ازاي بس يعني تكلف لاظهار ما بطن في قلبه من الرضا بقدر الله وقضائه لكنه عادته ان لا يبتسم فقال ان الله احب امرا فاحببت ذلك احب امرا يعني اراده قضاه لان المحبة هي ميل القلب ومحال هذا المعنى على الله سبحانه وتعالى فيبأ احب امرا اي قضاه وامر به وقدره سبحانه وتعالى فاحببت ذلك اي ربيت به لما قدره الله لان الرضا بقدر الله عبادة عالية الرضا بقدر الله دي عبادة كبيرة كان في سيدنا اسمه سيد ابو عمر والي من الاولياء مدفون في مدينة البدرشين وليه مولد كبير اوي في البدرشين يمكن الناس ما تحتفلش بملد النبي وتحتفل بملد ابو عمر اجا غريبة ناكو البدرشين يعني مولد النبي يعدي كده يوم عادي ما تاخدش بالك منه في البدرشين مولد ابو عمر ده تلاقي الدنيا تقلبت اسبوع وجميع القرى اللي حوالين البدرشين راح جاي على مولد ابو عمر ده كل الناس تيجي تزول ف سيد ابو عمر ده يعني وكان مدرس اللغة العربية بتاعنا في سنة تانية سنوي من ناس لسيد ابو عمر الاستاذ حمزة ابو الفضل كان بيدرسينا في تانية سنة وكان الاستاذ حمزة متأثر كده بالفكر السلفي شوي الوهاد فمرة هو بيحكي لنا الاستاذ حمزة ده وبيجي لي حد الوقت لسه عايز بيجي لي ساعات يزورني في عيادتي يكون عنده حد قريب ومريد جاب لي بنته مرة عيانة جده يعني اعرفه كويس الاستاذ حمزة حافظوا الكرآن راجل طي تابع الحمد لله هو اناب من الفكر السلفي تاب الله ببركة جده لكن الحمد لله المهم كان في الفترة دي يعني كان هو متأثر بالفكر السلفي الوهابي ده فمرة هو بيحكي لنا بيقول ايه انا مرة في ملدة ملدة بعمر وهو ما زرش جده ابدا معينه هو سكن في البدرشين وجده ده ما تفون في البدرشين الدنيا كلها تيجي تزور جده وهو ما زروش لانه متأثر بالعالمية هاي فبيقول مرة وبيته كان يعدي على ما امسي ده بعمر وهم روح وداجع وعمره ما داخل فالمهم بيقول ايه مرة ساعة المولد الدنيا مقلوبة ومراجيح ايه وزحمة ايه انت عارف الموالد بيحصل فيها ايه البلد بتتقل فهو معدي كده نحية الشباك مش معنى كده ان احنا موفينا على المرجيح لا انا بحكي لك الوابع يعني لان سنتقول ده احنا موفينا على المرجيح فالمهم يعني فهو معدي كده على شباكه فبيقول ربنا يعني القف روح ان يكلمه بقول له وانت عملت ايه يعني عشان الناس تقلب عليك الدنيا كده ده ما بيعملوش كده في مولد النبي وبيقول له وماشي مروح قال له الكلمتين ده فبيقول يوميها جاله في الرؤي جده ده بقى جاله في الرؤي فبيقول شاه فو في قاعد على جبل عالي عالي اوي وقاعد فوق ايه كده وكل الناس تحت مش صغيرين كده فهو بقى من ضمن الناس دي فبيقول له بيقول له انت قاعد بييد كده ليه قال له ده جبل الرضا جبل الرضا يعني كأنه وصل لمقام الولاية بالرضا وصل للمقام الولاية مش هو يقول له انت عملت ايه علشان الناس تعمل فيك كده فقال له بالرضا فجاوب له في الرؤي يعني الغابة بقدر الله دي عبادة كبيرة يغفل عنها كثير من الناس قد تسبق كثير من الطعاط تسبق تلاوة الكرآن وقيام الليل وصيام الناسلة تسبق حاجات كتيرة جده انك انت بس بقلبك راضي كده بقدر الله دي عبادة ترفعك تبقى شوف افتكر سيدة بعمر واخد بالك مقام عادي على شك كده سيدنا الفضيل عايز يبين لك هذا المقام لما سمع بوفاة ابنه قال ايه ابتسم فقال ان الله احب امرا فاحببت ذلك يعني ان الله قدر هذا قراضيت به او فرحت به وقال الفضيل اني لا اعصى الله فاعرف ذلك في خلق حماري وخادمي ودي علامة ربنا بيجعلها لبعض اوليائك انه هو ربنا يغير الامور حولهم على خلاف مرادهم عند تقسرهم تقسر ماه ولو حتى مش طاعة ممكن من باب خلاف الاولة حتى لو عمل خلاف الاولة فبص ليه يحصل له حاجة كده تنغص عليه حياته يقول ايه تلجئه الى الله فتشعره بانه مقصر فيتوب الى الله فربنا يرجع يعاود وارداته سبحانه وتعالى وامداداته اليه مرة اخر ومنهم ابو محفوظ معروف ابن فيروز الكرخ سيدنا معروف الكرخ الحمد لله من الله علينا وزرناه في بغداد الحمد لله سيدنا معروف الكرخ هناك مقام ومسجد هناك جميل يقول لك هناك قبر معروف ترياك مجرب يعني مفيش دعاء تدعيه عند سيدنا معروف الا وربك يجيد اهل بغداد يقولوا عليك ده ترياك مجرب زي احنا هنا اهل مصر يقول لك قبر ستنا نفيسة ترياك مجرب معروف اهل مصر كلهم يعرفوا الحكاية دي ايه لك جماعية مع ان لو جربوا هيعرفوا والله لو جربوا هيعرفوا انا مجرب قبر ستنا نفيسة كتير يعني احكي لك انا احكاية عسل المصريين دول يحبوا الحكاية كان عندي واد اسمه ميلاد ميلاد ده مسيحي واد مسيح جايلي من اسكندرية كان شرب بطاص وهو عائل صغير عنده ثلاث شهور عنده سنة ونص شرب بطاص خطأ فاكروا لبن فعمل له كيف المريء والمريء بتاعه دياء وقفل ما بقاش يعرف يبنه واخد بالك فبقوا من يعملوله توسيع ومش عارت ليش يقول لنا لحد ما وصل سنة ثلاث سنين ما بقاش ينفعله توسيع ما بيعديش حتى المية فعملوله عملية في مستشفى الاطفال في الاسكندرية في الانفوشي هناك على اساس يعملوله قولون يعني يوصلوه من المريء هنا ما كانت من يبقى سليم يعني لحد المعدة عشان يعدي الحفة الدياء حيث الاكل ينزل في المريء ده في القولون بدل المريء بقى يعمل له زي انبوبة جديدة كده فعملوله العملية هناك في الاسكندرية ما نفعتش الوالد الزهر حصل له مشاكل كتير المم فتحوا بطن الولد بعد العملية لان حصل له انتهاء بريطوني وعملوله خرطوم في معدته عشان يتغذى منه لانه ما فيش حاجة بتعدي لدرجة ريقه ما بيعديش يعني حتى ريقه يجتمع وليتفه طول ما هو ماشي مع عمل ديه ما فيش حاجة تعدي خالص فدل كده من سن اربع سنين لحد ما جالي عنده ست سنين سنتين بالمنظر ده ووزنه كده بقى هو عنده ست سنين لكن وزنه من قلة طبعا للأكل مش من وتاب تقول عنده اربع سنين ثلاث سنين عيد كده فجاء هنا القاهرة قالوا تعالى روح القاهرة مستشفى بورريش يمكن يعملو لك العملية لان رفضوا بتوع الاسكندرية يعملو لهم محاولة اخر تتعقدوا من اللي جارله قالوا كويس انا جبت لسه عايش روح بقى مش هنعمل لك حد فرح هنا مستشفى بورريش قالوا لو حد فتحك تاني حتموت فروح وهم عندهم لستة عمليات كتيرة بقى عيال كتيرة فزحلقوا زي ما بيقول عامل السويتش عندنا في مستشفى احمد مار يعرف الودة يعرف ابوي يعني فالمؤمن قالوا تعالى عندنا دكتور يصري يعمل هالك فجاب لي الودة هو ود نسيحي وانا ابدأ انا قلت هعملو العملية يموت فيها هيقولك بقى فتنة طائفية وشغلان فهي اصلاع عملية خطر انا كنت عامل حلقة قبلها صعبة برضو من العيات ومشت كويس تفلة فالمؤمن لما جابوه لي قلت لهم يا جماعة الولد دل واحتعمله عملية تسعين في المية حيموت وعشرة في المية ناخد منها نصهم يمكن يستفيد ونصهم غالبا مش هيستفيد لان الدنيا مقفلة خالص يصبح مفتوحة قبل كده حتى لو معاقل انا كنت هاخدها متاخدة طب انا هجب له منين المؤمن قاله قاله يعني انت عجبك الحياة دي انا ما هو كده ميت وكده ميت اعمل يمكن يعيش فكتبتهم اقراروا ومبتهم وقعدنا بقى جبنا ناس من معهد القلب دا كثرة من معهد القلب الدكتور الدكتور رفعت جبناه علشان يشقلنا العظم دي علشان نشوف المريء القولون اللي حطوه فيه نستغل جزء منه حي وجزء منه كان باز عشان نعمل توصيلة قصيرة بدلا لانا مش هنلاقيها معاق بقى توصل لهنا فاحنا ما عملنا اشاعة لقينا فيه جزء من قولون عايش بس في الحد هنا لكن الجزء الباقي ده قلي فقولنا بقى عايزين نفتح عضمة القفص دي منشار كده مش عندنا ده موجود في معهد القلب فجابنا واحد من معهد القلب الدكتور صادفنا اتفقنا على مال وجاب المنشار عشان يفتح لنا وانشوف المهم ما عملنا العملية عادنا في 6 ساعات وربنا كرمه مشيت العملية كويس لكن الواد استجابته للانسجة عشان تخفت صعب بمر عليه ثاني يوم في العنانة المركزة لقيت الواد حرارته جربعين وحاله منظر بشع يعني الواد حيموت فكتبنا له العلاج اللازم وبتعه بعد يومين ثاني يوم بعدي عليه ثاني لقيته اسوأ وقالوا لي ده الخرطون بتاعه الخرطون الرأي اللي احنا بنعديها اتشد منه وهو بيرفص من الحرارة العالية فاتخلع فانا لما اتخلع ما عرفش انا ركيكه له لان انا مش شايف التوصيلات المهم ما يعرفش سك طلعهم خلاص سبوه وبعدين وانا افعل باب كده قلت طب ما انا كده كده ما نجرب الواد يشرب نشوف لانه كان طلع ريح من تحت فبنسقيه بصتات لقيت اللي شربه طلع من يه بتاع الخرطون بيبقى حتى الواصلات مش ناف لانه مفيش التقام رحت سايب المستشفى مريت بعد كده وقت معده على ستنة نفيسة وانا امروح ما مفيش حل بقى الواد حيموت الواد ميلاد حيموت واخد بالك ورايح للسيدة نفيسة والحبي يعني انك الواد مسيحي اروح اتخلعليها اليوم حتنلوا صور العدرة وبتاع تحت المخد اول ما يعرفوا ان انا بمري يروح لمنه هل يعني عشان ما اشوف هاس فالمهم يعني فروح تدخل على ستنة نفيسة قلت يا رب البركة ستنة نفيسة زي ما بتسقي الدواب والانعان عبدك ميلاد ده غلبان خليش يا رب والله كده قلتها كده وخلص بالبركة وراحت مصلي ركعتين ومش عارف ايه فرد جاء علينا صليت وروحت البيت جيت تاني يوم لقيت الواد ميلاد ده زي الفود تاني يوم بعد 24 ساعة والله يلاكال دي حقيقة والواد عايش تحد الوقت موجود في الاسكندرية البركة ستنة نفيسة ولا عملية ولا غير واخد بقالك ازاي فالدعاء هناك مستجاب ده بالتجربة معروف حاجات كده ملاش حل واخد بقالك بس انت تروح كده تسلم امرك لله وتبقى مضطرة فكذلك قبرس لدينا معروف بقى الدعاء عنده مستجاب 100% تقلقش يعني قابلت واحد في بغداد كان اخي كده صالح هناك طيب كان امام المسجد اللي في الفندو اللي انا كنت نازل فيه فبقول له انا حذور النهاردة صليت معا الفجر يعني اليوم اللي انا نوى روح سيدنا معروف بعد الشروق فقول له انا رايح النهاردة ان شاء الله هناخد عربية كده ونروح نزور فابرس سيدنا معروف الكرخي ونعدي على الامام ابو حنيفة وسيدنا موسى الكاظم نلف لفة ده فقال لي سيدنا معروف ده كان شيخه قال له عليه ايه بيقول ان فيه واحد شاف سيدنا معروف في الرؤية بعد وفاته بس انا ما قالت هشعنه انا سمعتاه من الرجل ده في العراق العهد عليها انا مليش دعم فبيقول ان هن بشيخه يعني قال له ايه قال له ان واحد شاف سيدنا معروف في الرؤية فبيقول له عملوا ايه معاك الملائكة لما دخلت القبر وسألوك قال لهم سألوني ما دينك قلت معروف من نبيك قلت معروف من ربك قلت معروف فالملائكة بابقوش عارفين يكتبوا ايه فبيقول لك الملائكة سألوا ربهم فام ربنا قال لهم هذا عبدي معروف اتركوه فانه معروف ده كلام الشيخ يعني لهم الله اعلم لكنها ما اقرسهاش عنه المم سيدنا معروف الكرخي كان من المشايخ الكبار مجاب الدعوة يستشفى بقبري شيخ سيدنا معروف سيدنا علي بن سيدنا ايه موسى الكاظر شيخه المباشر اللي هو يعني سيدنا علي الرضا مدفون ستوس على طريق بغداد كده في الجنوب وانت رايح تزور النجف اللي فيها سيدنا علي ابن أبي طالب وكربلاء اللي فيها سيدنا الحصين تمر عليها كده على بقى بكم كيلو تلاقي ايه مقام سيدنا علي الرضا اللي هو أوصى بيه بالخلافة ليه المعتصم اللي كان معاصر ليه شوف هقولك هنا بيقولك ايه موسى الكاظم اجله المأمون وعهد اليه بالخلافة المأمون يبقى كان في عصر المأمون يعني كان من اجلة اهل عصره لدرجة ان المأمون نفسه قال له انت احق بالخلافة مني فسيدنا علي الرضا قال له لا انا ادم انت فيها خليه قال له خلاص تب انت من بعد وكتب كتاب ان هو يبقى من بعده الخليفة فمات قبله مات سيدنا علي الرضا قبله سيدنا علي الرضا ابن سيدنا موسى الكاظم ابن سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الرضا ده اخو ستين عائشة اللي مدفونا هنا خد بال اخو ستين عائشة اللي هي في مدن السيدة عائشة سيدنا علي الرضا زاره واحد من الاولياء اسمه ابو حبيب ابو حبيب ده بيقول شف الرؤية وكان سيدنا علي الرضا في الحج شف الرؤية ان البيت اللي فيه سيدنا علي الرضا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كويس قاعد وهو دخل عليه فسيدنا رسول الله اداله طبق فيه طمر نوع حلو كده يسموه طمر في حاني فيه 18 طمر في الطبق ده في الرؤية فاخدها وسح استيقص بعد فترة قاله سيدنا علي الرضا وصل من الحج روحه بركونه فراح دخل عليه فلقه في نفس المكان اللي شف الرؤية سيدنا رسول الله قاعد وقدامه طمر صحاني هو اخد بقى لك ازاي فراح مديله 18 طمر سيدنا علي الرضا بالعدد كده فخدها سيدنا ابي حبيب فلما شفها كده قال له زدني قال لو زادك رسول الله لا زدك ده سيدنا علي الرضا هو اخد بقى لك كانوا اولياء كبار ربنا ينفعنا بهم مباركته سيدنا معروف الكرخي كان خد دم عنده بقى خادم من موليه اسلم على يديه لانه كان نصراني فولاء اسلام وعاش معه خادمة فترة حياته وبعد كده بقى ايه وصل للولاية الكبيرة المعروف سيدنا معروف الكرخي كان اصلا نصراني وابو نصارى سيدنا معروف وبعدين لانه من اهل الجذب ربنا سبحانه وتعالى بقى هدى للإسلام كان من المشايخ الكبار مجاب الدعوة يستشفى بقبره يقول البغداديون قبر معروف ترياق مجرب وهو من موالي علي بن موسى الرضا ولا اسلام لانه اسلم على دي رضي الله عنه مات سنة مئتين وقيل سنة احدى ومئتين وكان استاذ السري السقط شوف بقى السلاسل الحلو سيدنا السري السقط ده استاذ مين سيدنا الجنيد خاله خال سيدنا الجنيد واستاذه شيخه السري السقط شيخه مين سيدنا معروف الكرخ سيدنا معروف الكرخ شيخه مين سيدنا علي الرضا سيدنا علي الرضا شيخه مين ابو سيدنا موسى الكازم لحد ما يوصلك لسيدنا علي زين العابدين لحد ما يوصلك للسلالة النبوي فتلاقي ان الطريق ده طريق منور كله فيه نور النبوة وكان استاذ السري السقطي وقد قال له يوما بيقول بيقول للتلميذ السري السقطي بيقول له اذا كانت لك حاجة الى الله فاقسم عليه به يعني اللهم اقسم عليك بمعروف الا فعلت لي كذا وكذا شوف الثقة بالله بقى ودي بقى يدل على ان الشيخ يجوز ان يذكروا بعض ما امن الله عليه لتلميذه حتى يكمل الانتفاع به لا من باب الكبر او الغرور لكن من باب ان ينتفع التلميذ بشيخه زي سيدنا عبدالله ابن عباس لما يجي له حد يسأله وقعت على خبير مش معناه يعني هو متكبر ولا حاجة لا علشان بس ايه يعرفهم من الكلام اللي حيقوله ده كلام لئيمة يقوم يهتم بي سمعت الاستاذ ابا عليم الدقاق اللي هو شيخ بقى عبدالكريم القشير رحمه الله تعالى يقول كان معروف الكرخي ابواه نصرانيان فسلموا معروفا الى مؤدبهم وهو صعبه يتعلم زي احنا من ودي ابننا الكتاب كده يتعلم الكرآن هم يودوا الكنيسة عشان ايه يطلع وبايه يعني تمام فاهم كل حاجة وضلالي 100% فسلموا معروفا الى مؤدبهم وهو صبي فكان المؤدب يقول له قل ثالث وثلاثة فيقول بل هو واحد يبقى ده مجذوب من صغره يعني من صغره هو عارف كل حاجة زي ستنا زينب ستنا زينب كان سيدنا علي ابن ابي طالب يمسكها يعلمها بنته عندها ثلاث سنين ولا بتاعها يقول لها زي انت ما تعلم ابنك قول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر حفاظها الارقام فيقول لها قولي واحد قول واحد قولي اتنين تقول واحد قولي ثلاثة تقول واحد ما تنفس تقول حاجة يقول لها لما لا تقولي غير ذلك تقوله لساني لا يطوعني يا ابن وايه لسه طفلة ستنا زينب شوف سيدنا معروف نفس القس واخد بالك ازاي بتبقى فيهم كده ايه حاجة نوع من الجذب منذ الصغر كل ثالث وثلاثة فيقول بل هو واحد لسه عيل ايه علمه ده لكن هو من الله بق رحمة فضربه المعلم يوم من ضربه المبرحه الراجل بقى نسكه رزع وعلقه تمام على الفلك فالرجل هرب منه سيدنا معروف قال لا دا الحكاة مش هنعرف نعيش كده فهرب معروف فكان ابواه يقولان ليته يرجع الينا على اي دين يشاء فنوافقه عليك احنا موافقين بس يجي لانه دليل انه هو ما كانوا بيحبوه حب شديد شب باركته ثم اسلم على يدي علي ابن موسى الرضا لما هرب قابل سيدنا موسى عليه الرضا لما هرب سيدنا عليه موسى الرضا قال له قل هو الله احد الله الصمد يا انشرح صدره هو بقى مش اعرف فقال له ايه دا الكلام دا فعلمه واسلم على يديه وبعدين رجع لابواه ورجع الى منزله ودق الباب فقيل من بالباب فقال معروف فقالوا على اي دين انجئت فقال على الدين الحنيفي فاسلم ابواه ببركته سمعت محمد بن حسين يقول سمعت ابا بكر من الرازي يقول سمعت ابا بكر الحربي يقول سمعت سريا السقطي يقول رأيت معروفا الكرخي في النوم كأنه تحت العرش فيقول الله عز وجل لملائكة من هذا فيقولون انت اعلم يا رب كأنه غيب في مقام المحبة غيب في مقام المحبة حتى ان الملائكة نفسهم لا تعلم قدره فلا يعلم قدره الا الله فيقول هذا معروف الكرخي سكر من حبي فلا يفيق الا بلقائي وقال معروف قال لي بعض اصحاب داود الطائي اياك ان تترك العمل فان ذلك الذي يقربك الى ربى مولاك فقلت وما ذلك العمل فقال دوام طاعة ربك وخدمة المسلمين والنصيحة له او دا يرد على الناس اللي يقولك الصوفية دول اصلهم اي كلام ضلالية يقولك انا اترفع عني التكليف محدش اكد غير الاوانطاجية الصوفية ما يقولوش كده ابدا الصوفية في دوام العمل اهو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تهمت ازاي مهما وصل ما يقولش انا اترفع عني التكليف اللي يقول كده يبقى اوانطاجي مفتون مش هو دا الصوفية حتى كده اللي بيعترر على الصوفية بيعترر على الصورة القبيحة اللي هو شافها واطلق عليها هذا العنوان بس لكن هو ما شافش الصوفية اصلا دا لو شافها مش هيعترد هيعرف ان هو دا الدين الحق لكن هو شاف صورة قبيحة تصور ان هي دي الصوفية فاعترد على هذه الصورة بيقوله اياك ان تترك العمل يعني بعدما وصلت الى مقام المعرفة ومقام الولايتي اياك ان تترك العمل الذي وصلت الى ذلك فإن ذلك الذي يقربك إلى رضا مولاك فقلت وما ذلك العمل فقال دوام طاعة ربك إبن ما فيش حاجة يسمعه رفع عني التكريف هو اللي بيدعوها على الصفي وخدمة المسلمين والنصيحة لهم سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت محمد بن عبد الله الرزي يقول سمعت علي بن محمد الدلال يقول سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت أبي يقول رأيت معروفا الكرخي في النوم بعد موته فقلت له ماذا فعل الله بك فقال غفر لي فقلت بزهدك وورعك فقال لا بقبول موعظة ابن السماك ولزوم الفقر ومحبتي للفقراء لزوم الفقر إلى الله ومحبتي للفقراء يعني المفتقرين إلى الله وموعظة ابن السماك ما قاله معروف بيقول ايه معروفا كنت مارا بالكوفة فوقفت على رجل يقال له ابن السماك وهو يعذي الناس فقال في خلال كلامه من أعرب عن الله بكليته أعرب الله عنه جملة ومن أقبل على الله بقلبه أقبل الله برحمته إليه وأقبل بجميع وجوه الخلق إليه لبن لأقبل على الله بالكلية يقبل الله عليه بالرحمة بالكلية ومن أعرب عن الله بالكلية يعرض الله عنه بالكلية ومن كان مرة ومرة ومن أقبل على الله مرة وأعرب مرة فالله يرحمه وقتا ما إن مات على الإقبال مرحوم وإن مات على الإعراض يبقى غير مقبول فوقع كلامه في قلبي فأقبلت على الله وتركت جميع ما كنت عليه إلا خدمة مولاي علي بن موسى الرضا وذكرت هذا الكلام لمولاي قالوا لسيدنا علي اللي هي موزة بن السماك فقال يكفيك بهذا موعظة إن اتعض أخبرني بهذه الحكاية محمد بن الحسين قال سمات عبد الرحيم بن علي الحافظ ببغداد يقول سمات محمد بن عمر بن الفضل يقول سمات علي بن عيسى يقول سمات سريا استقطي يقول سمات معروفا يقول ذلك وقيل لمعروف مرض موته أوصي وصي يعني نعمل إيه بعد موتك فقال إذا ميت فتصدقوا بقميصي فإني أريد أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلتها عريان يعني ما هملكش اللاميص ما هملكش اللاميص للأفس وهنا يدل على إنه كان يعلم إن تلامزته لا يتركونه بغير كفن لأن لو كان يعلم إنه يتركونه بغير كفن كان لهم كفنوني في قميص ما لكن هو يعلم إنه هم لن يتركوه إلا ويكفنون عشان كده أوصى بهذه ومر معروف بثقاء يقول كان ماشي في الشرع كده سيدنا معروف ووحد سقه يقول رحم الله من يشرب وكان صائما فتقدم فشارد فقيل له ألم تكن صائما 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 متطوى يعني مش رمضان يجيب لك ضلالات الصوفية يقول لك كان في رمضان وصائم وشوف فطر ما ينفع كان سيام تطوى ما هستفي عالم أعدالك أعدالنا على الوحدة لا سيام تطوى بقى كافسة وكان صائما فتقدم فشارد فقيل له ألم تكن صائما فقال بلى ولكني رجوت دعاء زي سيدنا الإمام مالك كان عندهم الحساسية دي سيدنا الإمام مالك رأيه في مذهبه إن الإنسان لو دخل المسجد وقت الكراها لا يصلي تحية المسجد مذهبه كده فواحد ثاني متأثر بقول لمن يقول إن تحية المسجد لسببها سابق عليها فيجوز أن تصلى حتى في وقت الكراها كويس رأيه كده فما يعرفش إن ده الإمام مالك داخل فوقعت في الجامل فلقى الإمام مالك داخل وحيقعد قال له اركع ركعتين هو فاهم إن هو بيعلمه بقى رجل إيه هو ده قاعي بقى ما يعرفش إن ده الإمام مالك فالإمام مالك رح يصلي ركعتين لما الرجل إيه قال له كده دخلوا تلامزة الإمام مالك علي لقوا بيصلي في وقت الكراها قال له يا امام انت بتصلي وقت الكراهة وانت مذهبك ما فيش حاجة تصلي فقال لهم اني خفت ان اكون ممن يقال لهم اذا قيل لهم وركعوا لا يركعوا جيبه هم عندهم حساسية حساسة ان الكرآن معهم كده دي لنهار ما اخذ بالاتي ازاي اذا قيل لهم وركعوا لا يركعوا زي برضو الراجل ده ماشي ومصايا شمع واحد ثقه بيقول ايه اشرب يرحمك الله هو بقى نفسه ويفرحه فهذه عامهات يمكن دعاءه مستجاب اكتر من صيام اللي انا حاسوه انا يضع مني صيامي مستجاب يمكن دعاءه يستجاب ليه اكتر من صيامي ده دليل ايه حسن الظن بالناس حسن الظن بالناس مش كبر يقول لك ايه سقق يعني بيدعي يعني وربنا حينظر اليه لا ما عندهمش الكبر ده ده هم كانوا ياخدوا الحكمة ويظنوا ان كل المسلمين اعلى منهم بهذا الظن والاعتقاد كان ربنا بيرفع قدره اللي هي الدخول للمسجد مش هي سببها ايه انك دخلت المسجد الدخول للمسجد قبل الصلاة يبقى سببها سابق زي سنة الوضوء سببها سابق عليه تتوبى الاول يجي وقت سنة الوضوء يبقى تصليها وقت الكراهة كل ما كان سببه سابق عليه يجوز ان يصلى وقت الكراهة على مذب الشفعي وكل ما كان سببه مقارن او لاحق متأخر عليه لا يجوز ان تصلي وقت الكراهة اللي سببه متأخر عليه زي ايه زي قضاء الحاجة ركعتين ليخضائس حاجة انت بتصليهم عشان تدعي بعده مش كده زي ركعتين سنة الاحرام بتصليهم عشان تحرم بعده يبقى سببها متأخر مش كده برضه ركعتين الاستخارة بتصليهم عشان تدعي دوقا الاستخارة بعدهم يبقى سببها جاي بعدها يبقى كل صلاة صببها هيجي بعدها لا يجوز ان تصلى وقت الكراهة خدتوا بقى لك ازاي واي صلاة سببها مقارن leeها زي اها باب واخد بقى لك ازاي يعني لو كانت لها سبب مقارن برضو ما تسلهاش وقت الكراف فاتبالك زي الشكر ركعتين الشكر بتسن عند حدوث النعمة فتكون مقارنة لحدوث النعمة ما تسلهاش برضو وقت الكراف وهكذا في عندنا ركعتين وفي عندنا سجدة ديها الاتنين دي وصح كده وكده صح وكده صح لأن سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة برضو في وقت الكراف وهو سببه سابق عليه فتزجد للتلاوة حتى وقت الكراف لأن سببها التلاوة السابقة فتزجد لها والراجح أن تسلم بعدها على مذهبنا الشافعية واخد بقى لك ومطلوب لها ما يطلب للصلاة من الطهارة وستر العورة والمكان الطاهر واخد بقى لك والتوجه للقبلة كل ده مطلوب في سجود التلاوة ووجهين عندنا هل تسلم منها أم لا تسلم الراجح أن تسلم واخد بقى لك إزاي منه بغير تشهد ولا يجب فيها القيام لها بل يجوز أنك إنت تسجد مباشرة وأنت جالس كل ده في سجود التلاوة على مذهب الشافعية يعني مش شرط من قيام تكبر من قيام لا من جلوس لما بتقرأ جالس تسجد على طول ومنهم أبو الحسن ثري بن المغلس السقطي خال الجنيد وأستاذه مدفون برضو في العراق جنب جنب سيدي الجنيد الاتنين مدفونين في حجرة واحدة الاتنين مدفونين في حجرة واحدة تدخلها كده تلاقي سن السري السقطي كده وسن الجنيد كده وكان خاله وشيخه سيدنا السري السقطي كان خال سيدنا الجنيد وشيخه خال الجنيد وأستاذه وكان تلميذ معروف الكرخي كان أوحد زمانه في الورع وأحوال السنة وفي رواية والأحوال الثانية وعلوم التوحيد الأحوال الثانية يعني الشريط وعلوم التوحيد سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت أبا عمر بن علوان يقول سمعت أبا العباس بن مسروك يقول بلغني أن السرية السقطية كان يتجر في السوق وهو من أصحاب معروف الكره كان السرية السقطية كان بيتجر في السوق وكان بيروح لسيدنا معروف يحضر بعض مجالس الوعز عنده فكان سيدنا معروف يعرف فسيدنا معروف عرق شاف ود يتيم كده غلبان وهدمهم أبطع فخده من يده وراح على سيدنا السرية السقطة في السوق قال له اكسي الودة اكسي الودة وهو من أصحاب معروف فجاءه معروف يوما ومع صبي يتيم فقال اكس هذا اليتيم قال سري فكسوته ففرح به معروف وقال بغض الله إليك الدنيا وأراحك مما أنت فيه دعوته مستجار سيدنا معروف ده يقول لك في الحال بس اتلاقيت أبوت حاجة عند الدودة سعب السوق مشه في الحال كده تغير حال يعني مش بيقول لك فيه دوا كده سريع المفعول تاخده في الوريد يجب نتيجة على طول فيه دوا تاني يقول لك طويل المفعول تاخده يعني يومين ثلاثة على ميدان التأثير والمؤثر هو الله كذلك فيه دعوات كده بعد الأولياء تلاقيها سريعة المفعول كأنها في الوريد وفيه بعد الأولياء دعوته تلاقيها على بعيد هي مستجابة برضو بس على بعيد فما تستهدش ده كويس وده كويس واخد بالك فسيدنا معروف كان من نوع اللي هو ايه سريع المفعول سيدنا معروف دعوته على طول كده سبحانه وتعالى بقى ربنا يعطي ما يشاء لمن يشاء وقال بغب الله اليك الدنيا واراحك مما انت فيه فقمت من الحانوت وليس شيء ابغض الي من الدنيا وكل ما انا فيه من بركات معروف بركة الدعوة دي يعني سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت ابا بكر الرازي يقول سمعت ابا عمر الانماطي يقول سمعت الجنيدي يقول ما رأيت اعبد من السري اتت علي ثمان وتسعون سنة ما رؤية مضجعا الا في علة الموت كان سيدنا السري الثقة يقول ايه ارى شيطانا ولا ارى وسادة يعني شوف قد ايه يعني شوف شيطانه ما شوفش الوسادة اللي هي اللي الناس في حبة يا اول ما نشوف ان اقولوني المخاب ده وهو لا ما كانش يحب الحكاية دي لدرجة انه كان ايه حتى ما ينام ينام وهو جالس ويستيقظ وكان يبغد اوي حكاية انه يبضاجع كده لانه اتضيع عمره يعني ده يا عمره في النوم ده بقى ناس ربنا بيمنى عليهم بمقام القيومية في مقام اسم القيومية تلاقي ايه اقل غفلة كده تدي ما فقلت 8 ساعات معاك انت ده حاجة اسمها كده ده بركات مقام اسم المقام القيومية واخد بالك ودي بعض الناس بيوصلوا له تلاقي ايه يعني تستعجب الراجل ده بينام ايه انت ما تعرفش لكنه باستمرار نشيط باستمرار عنده صاقة بيبقى بقى ربنا منى عليه بهذا المقام بيقولك ايه اتت عليه 98 سنة يعني ده طال عمره بقى في العبادة ما رؤية مضجعا الا في علة الموت بس في الفترة اللي هو ماتين ويحكى عن السرية انه قال التصوف اسم لثلاث معاني اهو يعني في القرن الثالث الهجرة اهو سيدنا السرية وبتكلم على التصوف ييجو احنا اليوم انده اليوم لكنتو بتقولوا عليهم التصوف لقوا احنا ما قلناش ايه احنا جينا لأيناهم هم اللي بيقولوا احنا ما قلناش خالص زعلنين قوي من الاسم ييجو في الهيطة ويتصبر التصوف اسم لثلاث معاني وهو الذي لا يطفق نور معرفته نور ورعه يا سلام لان العبد العارف بالله علم ان الامور بقدر الله فالعمل لا تأثير له ولكن العمل علامة وليس مؤثر اطاع علامة على حسن الخاتمة وليست هي سبب حسن الخاتمة اطاع علامة على دخول الجنة وليست هي سبب دخول الجنة سبب دخول الجنة ان الله سبحانه وتعالى جعلك من اهل الجنة اولا وسبب دخول النار ان الله جعله من اهل النار اولا رفعت الأقلام وجفت الصحب تفهمت ازاي المعرفة دي بقى عنده متصوت هذه المعرفة بأن الأمور بقدر الله وأن الأعمال غير مؤثرة لا تطفئ نور ورعه فتجعله يترك العمل والاحتياط تفهمت ازاي بقى لأن معرفة أن الأمور مقدرة ده شيء مطلوب لكن هل علمت أنت ما هو مقدر أصلا خفي عنك فلما خفي عنك استمر بعلامة الرضا وهو العمل لعله يكون متمسكا بها فيدخله الله في رحمته خلافا للعالم الأوانتجية يبقى قاعد ما بيعبودش ربنا ولا بيصلي ويقول لك ما لو ربنا عايزني أروح الجامعة كان راح تجامعة يديني شيشة حمي وصلحة الله مش بيدعه كده وقاعد على الأهوة تيجي تقول له يا ابن انت قاعد على الأهوة ليه والأدام بيدع ده الجامعة قدامه يقول يا عم الشيخ لو ربنا عايزني أن أنا أصلي كان خلانا أصلي يا عم الشيخ بروح انت بس روح روح توكل على الله ما هو الكلام ده صحة هو ما هو طبعا ربنا إذا شاء أمر لازم يحسن فبيتحجج بالحقيقة اللي هي أقدار المعلومة عند الله وتجعله يترك العمل يبقى ده فعل الجهلة فعل الجاهل الجاهل بربه تهمت ازاي؟ لكن العارف بربه عارف الحقيقة لكن مجتهد في العمل لأنه عارف الحقيقة أما الأمور بقدر الله لكنه ما يعرفش نتيجته هو من أي فريق تهم؟ فيقوم يلتزم أنه متمسك بزيل فريق النجاة اللي هو جعل الله العمل علامة عليه تهمت ازاي؟ بس فأنت تفضل ماشي مع الفريق ده ليه؟ لعل لما الباب يتفتح تبقى ماشي في الفرقة دي بقى لما تبقى ماشي في الفرقة الثانية والباب يتفتح تبقى نفسك يخدوك يقبضوا عليك معاه ماذا بتحصل؟ يبقى عايزين مثلا واحد مثلا من الارهابيين وانت اسمك معاه ولو خطأ تلاقي نفسك دخلت الزنزانة معاه يا جماعة ده انا مش منهم بس انت كنت ماشي في الصف بتاعه تهمت ازاي؟ هو بقى عايز يمشي في الصف بتاع اهل الجنة لكن هو خايف لحسن ما يكونش من اهل الجنة لكن ملتزم بصف اهل الجنة ملتزم لان ربنا جعل العمل ده علامة على حسن الخاتمة علامة فملتزم بهذه العلامة انما اللي يتحجج بالقدر مع التمسك بالمعصية ده فعل الكفار وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دنيه من شيء لكن المؤمنين قالوا كده يا بل يتحجج بالقدر مع التمسك بالمعصية ده فعل الكفار انا وصعهم ومن لو يشاء الله واتحانه ان انتم الا في ضلال مش كده بره قالوا كده يا بل يتحجج بالقدر والجبري وان الانسان مجبور ده فعل الفسقة والزنادقة اللي يعد يسألك الانسان مخير ولا مصير تلقيه صحفي صحفي ما عرفش حاجة عايز بس ايه وبش عرف روزا ليوسر لا ما عرفش حاجة تقول له ايه يعني لكن عمرك انت جيت مثلا دخلت في الجامعة لقيت راجل عالم كده حافظه القرآن يقولك الانسان مصير ولا مخير ما يسألكش السؤال ده قبل لان هو مشغول في الطاعة هو خلاص مشغول في الطاعة انتهين اهل الطاعة عمرهم ما يسأله في المسؤالة دي خالص لان هو يستشعر ان الله سبحانه وتعالى جعله مختار في امور ويسأله عنها كل الناس حاسس به لما يدنى الادان انت مخير تدخل الجامعة وتدخل الاهوة حد بيجبرك على حاجة حدش بيجبرك على ايه حاجة الاهوة بابها مفتوح والجامع بابه مفتوح وهديناه النجدة خلاص سهل يبقى اللي يمتوا ايه ده اروح ايسأل الشيخ انا مخير اذا كنت انا عايش الاختيار اذا كنت انا نفسي عايش الاختيار وحاسس ان انا بختار لما بتجوع مش بتدخل المطبخ ولا بتدخل قصة النوم بتروح المطبخ تفتح التلاج او الوطعم ولا بتروح الكابينية لما بتجوع حاجة غريبة في اختيار اهو يبقى الانسان حاسس الاختيار حاسس الاختيار جوه نفسه تهمت ازاي يبقى لازمتوا بقى روح اسأل ونخلي الناس توقع تصفصف كتير وتجاوب كتير وناس تبلي ويبقوا جبرية بحضة وناس تبلي ويقولك الانسان يخلق افعاله زي المعتزلة وشغلانة كبيرة وفرق وكوتب تتألف وناس تتخانق مع بعضها على ايه ده كل الحكاية سهلة عشان كده الصوفية مضيعوش وقتهم في الكلام الفارق ده شغت بقى قال لك ايه حللك المشكلة كلمة واحدة سيد نسري السق اللي ايه الجبر والاختيار حلها لك المشكلة كلمة ايه قال لك المتصوف التصوف هو الذي لا يطفئ نور معرفته بالاقدار مع نور ورعه واختبالك ازاي باتباع الطريق المستقيم والورع اللي هو ايه تعاطي ما تحقق حله والبؤد عن كل شبه مش تمتنع عن الحرام لا ده انت تمتنع عن كل ما اشتبه انه حرام من المباح بل تمتنع من المباح الذي في اوله مباح وينتهي بالحرام شوف قد ايه كمان ده الورع فالورع اوسع يعني حد اقول لك مثال الفقهاء مثلا من حيث الفقه النظر لصورة التليفزيون مكروه حتى الحاجات الخليعة اللي فيه بتليفزيون دي عند الفقهاء مكروه لانها صورة صورة مش حس مش مجسمة بخلاف المسرح لما تروح المسرح بتشوف الاجسام قدامك على حقيقاتي مش بتصوه في الصورة فلما تروح المسرح تتفرج عن رقاصها انك في المسرح ده حرام قطع بالاجماع عند الفقهاء وعند كل الناس لكن لو اتفرجت عليها في التليفزيون مكروهة عند الفقه حرام عند الورع تقيمت ازاي لانها بتطفق بتطفق نور الايمان وحلوة الزكر والطاعة لان بتمدل خيالات في ذهنك اثناء العبادة تشوش عليك عبادتك فالفقه يتفرج يقولك مكروهة انما الورع يبعد يقولك تفوه تفوه ولا تفوه الاتنين صح بتتهوه وبالطه تمشي موخي الورع ازاي ففي فرق بين الورع بقى والفقه فالورع حاجة اهلة شوي يعني زق كده القدام شوي وهو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه يبقى ما فيش حاجة اسمها جابر واختيار بقى خدت بالك يبقى انفخل هيتفضل ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب او السنة مش يقولك انا روح يا ابن انت صلي احنا خلاص الحمد لله وصلنا روح صلي وانا حدعي لك موخي من فعل يعني يتكلم بباطن يخالفه ظاهر الكتاب والسنة ظاهر الكتاب والسنة يقول اقيم الصلاة يقول واعبد ربك حتى يتياك اليقين هو يقولك حاجات بطنية يقولك خلاص احنا وصلنا يا ابن ده الكلام ده للمبتدئين اللهم قال سيدنا محمد كان مبتدئين تعبد ربه حتى اتاه اليقين سيدنا محمد كان في مرض وفاته كان ايه كان وجد في نفسه نشاط فخرج مستند على سيدنا الفضل وسيدنا العباس او سيدنا علي وسيدنا العباس وقدم تخطان الارض يعني من شدة في المرض مش قادر يرفع رجله يعني عاملة خطة على الارض كده صلى الله عليه وسلم عشان يتقف في الصف في اخر لحظة من حياتي صلى الله عليه وسلم ايه ده سيدنا رسول الله كده وانت تقول لي روح يا ابني صلي وانا خلاص وصلت يبقى هو ده اللي اوانتجي عشان كده أقولك لا يتكلم بباطن يخالف ظاهر الكتاب والسنة ثم تعرف مين هم المدعين اللي شوشوا على الناس الطريق اللي هم اولياء الشيطان اللي شوشوا على الناس اولياء الرحمن ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب او السنة ولا تحمله الكرامات على هدك اصطار محرم الله يعني مش يقولك انا خلاص وصلت للكرامة بقى وربنا اكرمني باشياء كثيرة يوم يبتدي يترك العبادات فيوقع في المحرم او ان ربنا يكرمه بنوع من الكشف فيرى بعض معاصي الناس فيفضح الناس لا سيدنا اسماعيل صرق العروي ربنا اداله نوع من الكشف كده سمت حاجة وستين اربعة وستين خمسة وستين هو حكاية للكصة دي واحنا كنا رايحين نزور سيدنا ابو الحسن الشازول سنة 92 فبيقول انه هو ربنا يعني هو بيقول ابتلاني لا انها ابتلاق ويقول ربنا ابتلاني بقيت ايجي لي البني ادم من دول يدخل علي اعرف معصيته ايه مجرد ابوصله كده اعرف معصيته ايه فبيقولك انا بلاء علي شديد لدرجة اني لقيت نفسي امر علي اليوم طول النهر اعداشت من الناس لان كل واحد يدخل علي يقولي يا مجرم كلت مراس اخواتك يدخل علي واحدا يقولي يا قليل الادب انت مش بر بقى بيك واهمة واحدا يقولي يا مجرم انت شتمت عمتك مبارح حاجات كده بقى طول النهار كده يجي له واحد من دول يقول له اتوب يا فضلت الشيخ يقوله تجاي تتوب وحطت الحشيش في جيبك يا مجرم يروح حاجات يطلع تجيبه حشيش موقع بقى بالبطنية يعني كان جاله هذا الكشف ده ربنا يعني بتلابي فترة بيقول فلم يذهب عني الا ان ذهبت وعملت عمرة وتعلق بأسفار الكعبة وقال يا رب اذهب عني ما انا فيه وخليني زي ما كنت اسطر عني عبادك علشانت قال لها انشغل بعيوب الناس عن عيدي فبيقول رجع من العمرة الحمد لله ربنا عافى من هذا المرض انت بقى نفسك تعرف كل حاجة عابل بقى اللي ربنا اتغيبه عنك احسن بكتير ما يكشفك ويكشفلك احوال الناس علشان كان يشوفه ايه لكن ايه ولا تحمله الكرامات على هدك اسطار محارم الله لان المسلم مطلوب سطر وهو عاصر مش مطلوب هدك محارمه ساهمت ازاي فساعات الكرامة تخليك اكتمام اهل الكشف يوم ربنا يكشفلك زي سيدنا عثمان بن عفان لما دخل عليه احد احد التابعين وكان بيبص على فتاك ده وهو جيله في الطريق فاول ما دخل قال يدخلوا علي احدكم وفي عينيه اثار الزنة الله فام قال له ايه اوحي بعد رسول الله ايه 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله اه ربنا يستغنى ايه ولا تحمله الكرامات على هدك اثار محارم الله مات السريد بيقولك كمال العقل كمال العقل هو ايه ان الانسان يبقى بيقول ان الانسان لا يغفل ويتغافل لا يغفل ويتغافل ده كمال العقل انك لا تغفل وتتغافل يعني لا تغفل عن ذكر الله وتتغافل عن عيوب الخلق ده كمال العقل يغفل لا يغفل ويتغافل يقولك فوزير هي لا مش فوزير ده حقيقة يعني تتغافل عن عيوب الخلق فلا تشعر الا بعيوب نفسك ولا تغفل عن ذكر ربك ومراقبته ليلا هو ده كمال العقل الانسان اللي فيه الخصيتين دول ده عقله كامل فاخد بالك مات السريد سنة سبع وخمسين ومئتين متين سبع وخمسين سمعت الاستاذ ابا علين الدقاق يحكي عن الجنيد رحمه الله انه قال سألان السريه يوما عن المحبة تملي المشايخ يحبه يسأله كلام ذاته عشان يطمئني يعني هو وصل للمعارفة ولا لا فبيسأل تلميذ ابن اخته سيدنا الجنيد عن المحبة فقلته قال قوم هي الموافقة يعني انك انت توافقه على ما يريد تبقى كده بتحب اذا وفقت المحبوب على ما يريد يبقى دي عالمة المحب الموافقة وقال قوم الايثار ان تؤثره على نفسك دي درجة اعلى شوية من المحب الايثار وقال قوم كده وكده فاخذ السري جلدة دراعه ومدها فلم تمتد يعني من كثر ما بقى جلدة على عظم يعني حاول يشد جلدة دراعه وكده عشان تبعد شوية ما فيش اطوبة تتشد من شدة ما بقى جلدة على عظم من قلة الطعام وكثرة الصهر فاخذ السري جلدة دراعه ومدها فلم تمتد ثم قال وعزتي تعالى لو قلت ان هذه الجلدة يبثت على هذا العظم من محبتي لصدقت يبقى اراد ان يعرفوا بالحال يعرفوا المحبة بالحال مش بالمقال ان المحبة لها اثر على الانسان مش كلام تقوله كده وخلاص لا دا بالحال اذا تلبس الانسان بها تغير حاله ثم غشي عليه فدار وجهه كأنه قمر مشرك وكان السري به ادمى بالرغم انه اسمر เขين انار على اجيب اراد ان يعرفه بالحال لان المعرفة بالحال اقوى من المقال ويخطى عن السري انского قال منذ ثلاثين سنace انا في الاستغفار من قولي الحمد لله مرة يعني قال الحمد لله مرة واحدة اعتقد استغفر 30 سنة للحمد لله الذي تستبعيل استغفار دا ذكر وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين استقفوا فبيقول لهم أنا باستغفر من قولي الحمد لله ثلاثين سنة فقلت قيل وكيف ذلك فقال وقع ببغداد حريق فاستقبلني رجل فقال لي نجاح حانوتك فقلت الحمد لله فمنذ ثلاثين سنة أنا نادم على ما قلت حيث أردت لنفسي خيرا مما حصل للمسلمين شو بقى المراقبة فصارت الحمد لله في هذه الحال دليل على نقص إيمانه لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه فهو استشعر هذا المعنى أخبرني به عبد الله بن يوسف قال سمعت أبا بكر الرضي يقول سمعت أبا بكر الحربي يقول سمعت السري يقول ذلك ويحكى عن السري أنه قال أنا أنظر في أنفي في اليوم كذا وكذا مرة مخافة أن يكون قد اسود خوفا من الله أن يسود صورتي لما أتعطاه من الغفلة يعني عن عبادة الله على الوجه الأكمل مش من فعل المعاصر أي لما أتعطاه من الغفلة عن كمال تعظيم ربي لكمال استشعاري بنقص عبادتي إذا ما قرنت بعظمة ربي سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت محمد بن الحسن بن الخشاب يقول سمعت جعفر بن محمد بن مصير يقول سمعت الجنيدي يقول سمعت السرية يقول أعرف طريقا مختصرا قصدا إلى الجنة سيوصف لك وصفه وتسيلك الجنة من أثر الطرق فقلت له ما هو فقال لا تسأل من أحد شيئا ولا تأخذ من أحد شيئا ولا يكن معك شيء تعطي به أحد تبقى كده جميل كده لا تسأل الناس من تأول ما ما تسألش الناس الناس تحبك على طول كده ولا تأخذ من أحد شيء ولما ما تأخذش حاجة من الناس لما ما فيش حد لي حق عليك وما يبقاش معك حاجة يقوم الناس ما تطمعش فيك ونخلص تعيش مسترينة راجل خلاص الكلام ما يديك حاجة جميلة لا تسأل من أحد شيئا ولا تأخذ من أحد شيئا ولا يكن معك شيء تعطي منه أحد زي سيدنا الإمام الشافعي برضو يقول كده علمت أن القناعة رأس الغنى فصرت بأزيادها ممتسك فلا ديراني على بابه ولا ديراني به منهمت فصرت غنيا بلا درهم أمره على الناس شبه الملك مستغنى زي ما قم لسيدنا الجنيد واحد كده من أغنياء بغداد جاب له سرة مليانة فلوس ده نانير بقى ذهب مش جناعات مصري غرقانة ذهب كده ورمهاله كده في حجره قال له هي لك ولمن معك من الفقراء يعني عشان يصرفها على تلمزته قال هل عندك غيرها قال عندي منها كثير قال تريده أكثر قال نعم قال إذا نخذها فأنت أفكر إليها منا هو عنده كثير لكن عايز تاني يبقى هو أفكر إحنا ما عندناش لكن مش عايزين يبقى إحنا مستغنين يبقى مين الغاني هو اللي مستغن الغاني هو اللي مستغن تفهمت إزاي سمعت عبد الله بن يوسف الأسباني يقول سمعت أبا نصر السراج التوسي يقول سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول سمعت الجنيد بن محمد يقول سمعت السري يقول أشتهي أن أموت ببلد غير بغداد كل واحد يحب يموت في بلده بيقول أشتهي أن أموت ببلد غير بغداد فقيل له ولما ذلك فقال أخاف أن لا يقبلني قبري فأفطبح الناس بتنظر لي أنه من الصالحين فهمت إزاي لكن هو خايف لحسن يكون عند ربه مش من الصالحين يقوم أما يجي يدفنوه الأبر يصلحه يقوم الناس تفقت ثقتها في الصالحين مش فيه يبقى نظرته تانية مش في نفسه ده هو خايف لحسن يكون هو سبب في اغتياب الصالحين مش فيه في نفسه هو ما تفرغش معه بقى خلاص لكن هو مش موقن أنه هو ولا متحكر أنه هو عند ربه مكتوب من الصالحين مش متأكد منتي لكن الناس كلها شايفة فيه الصلاح فلو جد دفنوا وقبروا وطردوا الناس هتفقت ثقتها في الصالحين فهو مش عايز الناس تفقت ثقتهم في الصالحين من قبله فقول يا سلام ده أنا نفسي أموت في حطة غير بغداد لحسن الأبر يتردني مش علشان نفسه يعني مش هو عايز يفدل يغش الناس على طول لا ما تفرقش هو معا لحسن يقول شوف عايزين يغش الناس شوف شوف ما هو كل حاجة تفهم بالمقلوب ما هو فيه ناس بتحب تفهم الحاجة بالمقلوب سمعته عبد الله بن يوسف الأسباني يقول سمعته أبا الحسن بن عبد الله الغطي الترسوسي يقول سمعته الجنيدي يقول سمعته السرية يقول اللهم مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب الحجاب قد يكون النفس والشهوة والشيطان والهوى مش كده برضو يعني كل دي حجب عن الله عز وجل فهو مش عايز الحجب دي لان دي أشد حجاب الانسان يعذب بيه سمعته عبد الله بن يوسف الأسباني يقول سمعته أبا بكر الرضي يقول سمعته الجريري يقول سمعته الجنيدي يقول دخلت يوما على السرية السقاطية وهو يبكي فقلت له ما يبكيك فقال جاءتني البارحة الصبية فقالت يا أبتي بنته يعني جاءت له بارحة هذه ليلة حارة وهذا الكزء أعلقه هنا كزء فيما يسع على أطوله كده حاجة مشكلة دي ماش مشكلة عادي ثم إني حملتني عيني فنمت نم بأهواتي فرأيت جارية من أحسن الخلق قد نزلت من السماء فقلت لمن أنت فقالت لمن لا يشرب الماء المبرد في الكزان يعني اللي في كمال مخالفة النفس حتى فيما يحبه الطب فتناولت الكوس فضربت به الأرض فكسرته يعني مش مهم من يشربه سائع من يشربه عادي ملحنفية مش مشكلة سائع من مخالفة النفس والهو قال الجنيد فرأيت الخزف لم يرفعه ولم يمسه حتى عفع عليه التراب لدرجة أن الكوس فضل مكسر ومرمي في باب قدته كده لحد ما تغطى بالتراب ما حدش رفعه كمان فرأيت الخزف لم يرفعه ولم يمسه حتى عفع عليه التراب نقرأ بس سيدنا بشر الحافي وننهي الجلسة النهاردة عشان نلحق نخلص الكتاب سيدنا بشر الحافي هو اشتهر بالحافي لكن هو ايه لأنه بيقول لك كان ربط الحزاء بتاعه وتقطع فرح لرجل اسكافي كده قال له ديني ربط بس يعني ربط دا ماليش قيمة يعني حاجة كده يربط بيه فقال له وانتو كده طول النهارة عادي تكلفه الناس قال له طب والله ما لابس حزاء خلص فحالع الفادة التانية ورزيبوله ومش حافي فاش تقرأ بالحافي سيدنا بشر الحافي كان عندهم عزة كده وجمال اصله من مارو بيقول لك مش عارف مين كان طلبه فلقام اتأخر وكان منتظره على الشبت التاني من دجلة فبس لقى جيله على دجلة على نهار دجلة ماشي من غير ما تمث رجله الماء سيدنا بشر الحافي من دمن كرمتهم كان ربنا سبحانه وتعالى يحملهم على الماء وكان يطوي لهم الاماكن اصله من مارو وسكن بغداد ومات بها زرت قبر والله كأنه روضة من رياض الجنة والله قبر سيدنا بشر الحافي وكان الامام بتاع المسجد الملحق به رجل مصري قاعد في بغداد بقى له سنين ودرس هناك شريعة في بغداد وتعلم القرآن وقاعد هناك بقى ايه مقيم ومتجوز مساكن جن بسيدنا بشر وحاجة اخر جمال كده وقاعد بقى عايش هناك حياة جميلة اصله من مارو وسكن بغداد ومات بها وهو ابن اخت علي بن خشرا مات سنة سبع وعشرين ومائتين وكان كبير الشأن يعني الشأن في هذا المجال وكان سبب توبته سبب ان ربنا اكرم بهذه الكرمات الكبيرة انه اصاب في الطريق كاغدى مكتوبا فيها اسم الله مكتوبا فيها اسم الله عز وجل مكتوبا فيها اسم الله تبقى نائفها مش كده بلو مكتوبا فيها اسم الله عز وجل كاغدى يعني حتة ورقة كده مكتوب عليها اسم الله طول النار احنا بنشوف الحاجات دي بقى في الجرائد المرمية ربنا ينجي وقد وطئتها الاقدام لأ الناس بقى بتدوس على ايه على هذه الورقة اللي فيها اسم الله عز وجل فاخذها واشترى بدرهم كان معه والية فطيب بها الكاغدى يعني اشترى بامسك كده وطيب بها الورقة دي واجعلها في شق حائط ورحت طبقها وحطها في شق حائط عشان تبقى بعيد عن الاقدام فرأى فيما يرى النائم كأن قائلا يقول لا يا بشر طيب تسمي لأطيبا ما اسمك في الدنيا والاخر سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول مر بشر ببعض الناس فقالوا هذا الرجل لا ينام الليل كله ولا يفتر إلا في كل ثلاثة أيام مرة ربنا رفع صيته بقى فالناس بقيت تتكلم عليه فمر على ناس لا آهم بيشوروا عليه بيقولوا الكلام هذا الرجل لا ينام الليل كله ولا يفتر إلا في كل ثلاثة أيام مرة فبكى بشر فقيل له في ذلك فقال إني لا أذكر أني سهرت ليلة كاملة ولا أني صمت يوما لم أفتر من ليلتي ولكن الله سبحانه وتعالى يلقي في القلوب أكثر مما يفعله العبد لطفا منه سبحانه وكرمه ثم ذكر ابتداء أمره كيف كان على ما ذكرناه سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن الصلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله الرزي يقول سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول بلغني أن بشر بن الحارث الحافي قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقال لي يا بشر أتدري لما رفعك الله من بين أكرانك كان محدثا على فكر الإمام بشر الحافي كان عالم في الحديث وفي الفقه وفي الطريق وكان ورعا وكان مربيا قلت لا يا رسول الله قال باتباعك لسنتي وخدمتك للصالحين ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي شوف اللي بيعمل الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى يرفعه فوق الأكران على طول كده ما شوفناش حد يحب قلبيت النبي ويحب الصالحين وينصح للمسلمين ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك ويحب الصحابة ما يعبش فيهم ولا ببعضهم إلا ربنا يرفع ذكره في الدنيا قبل الأخ فعلا مش وفناش حد من العلماء اللي احتكنا بيهم في الخصائص دي إلا وكلاقيه لو لقيت عالم واحتكنا احنا ببعض العلماء كبار في القدر العلم لكن كان فيهم هنات كده واخد بالك متعلقة بهذه الأمور ربنا ما رفعش ذكره في الدنيا لكن يمكن ربنا غفر لهم في الأخير لكنها بتكلم ربنا ما بيرفعش ذكر إنسان في الدنيا إلا بالحاجات العجيبة دي بمجموحها باتباعك سنتي وخدمتك للصالحين ونصيحتك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي وهو الذي بلغك منازل الأبرار سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول سمعت محمد بن عبد الله الرزي يقول سمعت بلالا من الخواص يقول كنت في تيه بني إسرائيل يعني كان ماشي في سيناء فإذا رجل يماشيني فتعجبت منه لقى رجل بإيه بماشي معاه ثم ألهمت أنه الخضر عليه السلام لأن الخضر حي على الوجه الراجح عند الصالحين فقلت له بحق الحق من أنت فقال أقوك الخضر فقلت له أريد أن أسألك فقال سأل فقلت ما تقول في الشفعية رحمه الله فقال هو من الأوتاد سيئن الإمام الشفعي كبير الشأن في كل مجال كان كبير الشأن في كل مجال الإمام الشفعي عجيب في مجال العبادة كبير الشأن في مجال العلم كبير الشأن بكل تخصصات العلم تجد في الأصول هو أعلى أصولي على وجه الأرض في عصره بل هو وضع علم الأصول وهو أفقه أهل عصره بالفقه وهو أعلم أهل عصره بالعربية وكان حجة كلامه حجة في اللغة العربية تجد في كل مجال في عصري كان الإمام الشفعي في المقام الأعلى رضي الله عنه وارضاه ونفعان الله به فقلت ما تقول في أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال رجل صديق سيدنا الإمام أحمد بن حنبل تولد سنة 164 هجرية الإمام الشفعي تولد 150 هجرية مات سنة 204 هجرية في مصر الإمام الشفعي عدو في نبيه عنده 54 سنة الإمام أحمد بن حنبل تولد 164 ومات سمت 200 وكام حجة 241 تقريبا يبقى كان عنده حجة حجة 70 عدى السبعين من عمر سيدنا الإمام أحمد كده وامتحن في قضية خلق القرآن ولم يقل فيها قول المهتزلة ومارداش يقول كلام يحتمل عدة معاني علشان ينجي نفسه مخافة وقد رأى الإمام الشفعي في الرؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بشر أحمد ابن حنبل بالجنة على فتنة تصيبه فأرسل إليه الربيع من مصر إلى بغداد يبشره بأزير رؤية الإمام الشفعي لا الإمام الشفعي كان في مصر فالإمام الشفعي بعد سيدنا الربيع للإمام أحمد عشان يبشره بالرؤية في بغداد فلما وصل سيدنا الإمام أحمد نحمل إداله قميص هدية فرحا بأزير رؤية فلما جاء سيدنا الربيع رجع للإمام الشفعي قال له ما فعلت معه قال أبلغته وأعطاني هذا القميص هدية قال والله لا أحرمك لباس أهل الجنة ولكن يطيني إياه أضعه في الماء حتى أستحم بماء لباس أهل الجنة جبل العلماء هم كان يتبركوا هم مشرك ده حاجة غريبة يتبركوا هم بأثار الصالحين يقول لك أصرف حال حياته بقية مما ترك آله موسى وآله هارونة تحمله الملائكة فإنما كده كان في حال نوت سيدنا موسى سعد طلوت ما دخلوش الأرض المقدسة وانتصروا على عدوهم إلا لما رفعوا التابوت اللي فيه عسى سيدنا موسى واخد بالك إزاي وآثار من سياده فربنا نصارهم على طلوت وجنود يبقى انتصروا بأثار الملائكة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما زال الدعاء مستجاب عند مقام سيدنا إبراهيم اللي وقف عنده يبقى أثار الأنبياء ما زالت يتبركوا بها حتى بعد وفاته لأن بعد وفاتهم هم كما هم في حياتهم لأن المرجو هو الله والله حي لا يموت طبلا عن أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياء عام مما هم كانوا عليه في الدنيا فالحكاية سهلة لكن صعبة عند من لا يوفقه الله ويرى أنها فيها شرك مش عارف يحل الأزمة دي نحن لا نرى أنها فيها شرك لأنه المراد هو الله عز وجل من أي باب جئت فأنت تريد الله سبحانه وتعالى والله جعل الأنبياء والصالحين لو لئ أبواب له سبحانه وتعالى يريدو ما يفعلو ما يشاء سبحانه وتعالى كما جعل الماء سببا للري طب انت عقشان روح اشرب ككاد معين ساعة؟ تروح يشرب مية اللي بيروي ربك مش المية لو قلت المية بتروي بقى غلق ربك هو اللي بيروي طب ليه بيتروح للمية؟ لأن الله جعل الماء بابا للري كما جعل الأنبياء بابا للقبول وجعل الأولياء بابا للوصول سهلة يا حكاية ما فيهش شرك خال انا مش عارف ليه هو اشتبه عندهم اشتبه عندهم فوقوا وقفوا وقفوا مشكلة يعني مشكلة مش عارفين يمسحوها بقالهم سنين لانها سهلة جدا اسهل ما ينجل لان انت تربو الله في كل شي بل بالعكس لانت زيارتك للولي بعد وفاته ارجى لك عند الله من زيارتك لو في حال حياتي الدنيا وي لان في حال حياتي الدنيا ويه برضو ممكن يشوفك كده وليه معارف يمكن يوظفك يقديلك بعض المصالح صح؟ ليه معارف يرفع التليفون المحمول قاله هو يخلص لك المسألة وهو في حال حياته الدنياوية لكن بعد وفاته انت رايح محبة لله بس مفيش طمع في الدنيا خالص ده انت رايح تزوره في الله خالص عشان كده رجاء الاخلاص في زيارة الميت اعلى من رجاء الاخلاص في زيارة الحقيقة دي حقيقة لان انت في الحالتين انت بتزوره في الله وهو حي وهو ميت الزيارة اصلا في الله من زر اخر له في الله طيل له طبت وطب ممشاك وتبوقت من الجنة منزلة وده اخونا في الله وشيخنا في الله وبعدين غالبا كثير منهم طرابة لقلب بيت النبينا طرابة للنبي يبقى صلة لرحم النبي كمان يبقى في اسباب كثيرة تجعل الذهاب اليهم عبادة توصلك الى الله فابلع مع انه هو في قبره حي يسمع من يزوره فطالما زرته وانسته ودعت له هيوه ده هو كده مش هيردلك الجميل يدلك الجميل ايه المنع ان يدعي لك هو في قبره ايه اللي يمنع يعني المشكلة اللي تعباهم قوي ان الوالي ما يدعيش في قبره يعني انت دخلت بوا قبره لقيته مكممينه حاجة غريبة اوه ما هو بيأذكر ربه في قبره وما زال محتاجا الى ربه وما زال محتاجا لمدد الله عز وجل في كل حال ولا استغنى عن ربه لما دخل قبره ده ما زال مفتقرا بل افتقاره الى الله بعد القبر اشد من افتقاره الى الله في حال حياته لان كاملت معرفته بالموت وكلما كاملت المعرفة كلما اشتد الافتقار وكلما اشتد الافتقار الاختياري كلما زاد المدد فمدد الولي بعد وفاته اشد وامدده قبل وفاته ليه اللي يفهم لكن مش عارفين يفهم وقالك شرك شرك ايه انا رايح لباب الله ده ما رايح لله الله هو نما بطوف حوالين الكعبة شرك بعبد الحجر لان ربنا جعلها باب له يقبل القبول عنده هو نما بقبل الحجر الاسود عبدت الحجر عبدا لان ربنا جعله سبب لقبول الدعاء وجعل البصمة عنده تشهد لك يوم الايام تشريفة ديوان التشريفة مش كل مالك عنده ديوان التشريفة تقومت لما تزوره تمضي في ديوان التشريفة عشان يعرف من زواره ربنا عربي يبقى ديوان التشريفة بتاعه سبحانه وتعالى الحجر الاسود كلما قبله والسلامه وشاهده له يوم القيام حكاها سهلة لكن احنا كلنا في كل خطوة يريد الله عز وجل في كل خطوة فإيه الشرك اللي عندهم ده مش عارف أنا عندهم عفريت وإلا حينتظر منه النفع في حال حياته ولا ينتظر النفع أن يأتيه من قبل الولي في حال وفاته فقد نسب التأثير للولي يبقى أشرك أشد ففره من الشرك إلى الشرك ويقول لك أن نزوره في حال حياته متفع بيه لكن بعد وفاته لا نقول له لا والله الانتفاع من الله والله حي لا يموت تهمت إزاي؟ والمؤثر هو الله في حال حياة الولي وفي حال عدم ويود الولي حكاية سهلة وبعدين ده لا ترقى بين الحياته يقول لك أن تنقطع عمله عمله التكليفي لكن مش التشريفي فيه من الأولياء من يقرأ القرآن في قبري فيه من الأولياء من يذكر ربه في قبري فيه من الأولياء من يصوم وفيه من الأولياء من يحج كل ده في قبري إيه المشكلة يعني بيروح وشغال ولا أنت عايز تحبثه يعني ربنا أطلقه يا أخ ربنا يطلقك مما أنت فيه ويطلقنا معك إلى رحمته فقال له ما تقول في أحمد بن حنبر رضي الله عنه قال رجل صديق قال فما تقول في بشر بن الحارث الحافي قال لم يخلق بعده مثله يا سلام سمعت الأستاذ أبا علينا الدقاق رحمه الله وتعالى يقول أتى بشر الحافي باب المعافى ابن عمران فبقى الحافي عليه الباب فقيل من فقال بشر الحافي يقول اسمه فقالك له بنية من داخل الدار البنت اللي هتفتح الباب بيت سفروتها صغيرة كده بس ربنا بقى إيه مديها لسان طعف بيه ما تشاء لأن الله يتكلم على لساني من شاء من عباد خد بالك يعني ما تستهونش ممكن يطلع من عيل كلمة تطلع هي دي فيها كمال الشف لأنه ربنا هو اللي ألهمه يقوله فقامت قالت إيه من داخل الدار لو اشتريت لك نعلم بدا نقيني لذهب عنك اسم الحاف لأن الشهرة ملاش لازمة يعني يعني أنت بتدور على الشهرة يعني فإنت كانت بتدله يعني فالحتة دي أثارت فيه قوي يعني قال يا والله عندها حق عرف على طول الرسالة يقول لها بطللها معضة يا بنت يقول له بشر الحافظ الناس أهل الغفلة بقى لكن دول كانت الإشارات تؤثر معهم تفهموها على طول أخبرني بأدي الحكاية محمد بن عبدالله الشرازي قال حدثني عبدالعزيز بن الفضيل قال حدثني محمد بن سعيد قال حدثني محمد بن عبدالله قال سميته عبدالله المغازلي يقول سميته بشران الحافي يذكر هذه الحكاية ذكرها كتير لأنه بشر الحافي لأنه تأثر بها كأنها جعلها عزلة وسميته محمد بن الحسين يقول سميته أبا الحسين الحجاجي يقول سميته المحاملية يقول سميته الحسن المسوحي يقول سميته بشران الحارث يحكي هذه الحكاية برضو حكا من طريق آخر وسميته محمد بن الحسين يقول سميته أبا الفضل العطار يقول سميته أحمر بن علي الدمشقي يقول قال لي أبو عبدالله ابن الجلاء رأيت ذنون وكانت له العبارة يعني العبارة الواضحة الدلة على الشريعة والطريقة لأن الطريقة والشريعة يعبر عنها بالعبارة أما الحقيقة فلا يعبر عنها إلا بالإشارة تقيمت إزاي رأيت ذنون وكانت له العبارة ورأيت سهلا وكانت له الإشارة يبا سهل كان يغلب عليه الكلام في الحقيقة والحقيقة لا يعبر عنها إلا بالإشارة واللبيب بالإشارة يفهم ورأيت بشر ابن الحارث وكان له الورع فقيل له فإلى من كنت تميل فقال لبشر ابن الحارث استاذنا كان يميل لده أكثر وقيل إنه اشتهل باقلاء سنين الفول يعني كان يجي مصر يعني كان يأكل الفول تمام يأكله جميعه السور يأكله فول ويأكله طعمية ويأكله فول حرياتي ويأكله بصارة يأكله كل حي المهم إنه اشتهل باقلاء سنين فلم يأكله فرؤية في المنام بعد وفاته فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر لي وقال كل يا من لم يأكل واشرب يا من لم يشرب يعني كل وشبع لأنه خالف نفسه حتى في المباح فربنا سبحانه وتعالى من أجل الله لأن مخالفة النفس في المباح تهزيب لها ونفسك كالطفل إن تهمله شبع لحب الرضاع وإن تفتمه ينفطن أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى قال حدثنا أبو عمر بن السمات قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أبو بكر ابن بنت معاوية قال سمعته أبو بكر بن عفان يقول سمعته بشرة بن الحارث يقول إني لأشتهي الشواء منذ أربعين سنة ما صفى لي ثمنه يعني ما توفرش لي ثمنه من قلة الحلال وقيل لبشر بأي ثمن تأكل الخبز بأي شيء تأكل الخبز يعني أنت بتغمس بإيه الخبز فقال أذكر العافية وأجعلها إداما يعني كان يغمس بالعافية لأن الإنسان لو كان في العافية ولا يأكل إلا إذا كان جعان يلاقي العيش الحك حلو أول لكن لو كان مريض والله لو كان أحلى إدام ما تبقاش لي طعم بثفان ولو كانت وانت شبعان ما تشعرش بأحلى طعام فهو لا يأكل إلا إذا جع وطالما في العافية فيبقى الخبز الوحد كده حلو أول أخبرنا به محمد بن الحسين رحمه الله قال أخبرنا وبيل الله بن عثمان قال أخبرنا أبو عمر بن السماك قال حدثنا عمر بن سعيد قال حدثنا من أب الدنيا قال قال رجل لبشر الحكاية المذكورة وقال بشر لا يحتمل الحلال والسرف يعني الحلال أليز فما ينفعش تسرف منه كتير هيخلص بسرعة لا يحتمل الحلال لقلته ده في عصره فما بالك إحنا اليوم ندور ربنا نجي ورؤيا بشر في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال غفر لي وأباح لي نصف الجنة ليه نصف الجنة لأن روحه حتنعم في القبر لكن الجسد محبوس في القبر فالروح تتنعم بنصف الجنة والجسد بالنصف التالي يوم القيامة بقى لما يجي الروح في الجسد يتنعم بالجنة كل هذا يبقى هيتنعم بنصف الجنة لأنه حيتنعم تنعم روحاني لا تنعم باسماني لأنه لسه ما فيش البعث أباح لي نصف الجنة وقال لي يا بشر لو سجدت لي على الجمر ما أديت شكرا ما جعلته ما جعلته لك في قلوب عباده يعني من التوقير والاحترام والمحبة وغير ذلك وقال بشر لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس لي الشهر يعني يبحث عن الشهر لكن إذا جاءت له لوحدها كده دون بحث ودون تطلع خلاص لكن لا يبحث عنه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بمحبتهم وبسرهم وأن يفتع علينا فتوح العارفين وأن يسلك بنا مثالك أهل الجذب وأن يحققنا بحقاق أهل القرب وأن يتقبل عملنا اللهم مصر عيوبنا بلغنا مما يرضيك عملنا وفقنا لما تحب وترضاي أكرم الأكرمين اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشيخنا وعلمانا والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وادل الشركة والمشركين واختل الكفرة عداء الدين وانزع الوهنة من قلوب المسلمين اللهم اجمع رايتهم يا رب العالمين اللهم ألب بين قلوبهم اللهم ارحمنا يا رب العالمين جميعا وجميع المسلمين يسل لنا ولهم أسباب القبول يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي أفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون فغل ذكرك الغافلون في حد ما ادح فما ازدائق مديح في حد يلا يا أخوة تعالى فينا تعالى يا أحمد يلا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصبنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتنوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة كرم واسمه قسم من أعظم القسم يا رب نور قلبي واغفر لي زنبي بجاه من أرسلته بشيرا ونذيرا إلهي يا من أسريت بالحبيب إجمعنا مع الحبيب سلام له إن شاء الله من دوان العرف بالله الشيخ عمران الحمد العمران يا رب نور قلبي فضلا واجد بالقرب واملالي كاس الحب بحر صافة نور من ذاق منه كاس أواب منه قص أضحى به نبراس وسره ينير عليه الله جال بسره تجال باد الجمال الأزل لعين صديق نوال يا أيها العليم ما الطور ما النعيم ما البود ما الحضور ما النار ما النعيم ضور هذا الجسم وما لديه وهم بدا الجمال الأزل لعين صديق ولي إلهي بالحبيب وبآل الحبيب إجمال مع الحبيب تحت عرشك يا عظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب ليلتان والنور جاء من السماء صلى الله عليه وسلم من ليلة آتت من ليلة آتت بالنور لما أتان أبا الزهر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكل ما الحضور في مجلسنا أو سماع صلت كونا محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما الحضور يوم القيام من يدي خير نبي صلى الله أو على محمد صلى الله عليه وسلم أكشف عنا كل بلاء واروينا من النجاس أو على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله شكرا